بسم الله الرحمن الرحيم طلابنا العزاء اهلا ومرحبا بكم في شابتر 5 part 6 method of analysis بنتكلم على ازاي بنعمل الاناليسيز لفلات سلاب عندنا اول طريقة ما يسمى بالالاستيك اناليسيز كونكريت سلاب may be treated as an elastic blade بنشتغل على اساس انه elastic blade بالحلقة ديات ممكن نستخدم طرق الفاينايت element في عملية الاناليسيز الطريقة التانية اللي هي بنسميها البلاستيك اناليسيز وبنستخدم هنا ما يسمى بالييلد ميسود بنستخدمها عشان نحدد الليمت ستيت بتاع الاسلابة بنقسم السقف اللي عندي المجموعة من الشرايح عندنا الستريب ميسود لها طريقة بنسميها الستريب ميسود where slab is divided into strips and the load on the slab is distributed into orthogonal directions and the strips are analyzed as B يبقى السقف اللي عندي بنقسمه المجموعة من الستريب في الاتجاه اللونج وفي الاتجاه الشرط The optimal analysis presents methods for minimizing the reinforcement based on plastic analysis بمعنى ان اقل حديد تسليح ممكن يجيلي لو انا استخدمت البلاستيك اناليسيز number three non-linear analysis وهنا بيحصل عملية simulation لعملية load deformation اللي بتحصل في السقف اللي عندي يبقى كل اللي بيحصل ان احنا بنعمل simulation للload deformation of reinforced concrete slab with finite element method بناخد معنا في الاعتبار النون linearity بتاعت stress strain relation of the individual members يعني بنشتغل على الكيرف في حالة النون linear ده هنا السقف عندي بعد ما قسمته المجموعة من الستريب هنا ده الاتجاه الطويل اللي هو اللي سبان الواحد دي الشريحة اللي هي الكالم ستريب هنا كالم ستريب اللي بينهم ده هو الميدل ستريب طيب في الاتجاه القصير يبقى ده عرض الشريحة اللي هو الكالم وديت الشريحة اللي هي الميدل ستريب وبعد كده بنشوف عملية deformation اللي بتحصل في كل ستريب على حدر شكرا